السلام عليكم أختي المغربة أنا مغربي كنت مقيم بإيطاليا دخلت المغرب باش نعيش مع والدي دي ومع أخوتي كانت تفاجأ البرحة حطيت الموتور ديالي مشيت نجيب الدول الأب ديالي حطيت الموتور رجعت ما لقيتوش قدرت تحريت ديالي قمت بواحد دورة فتدر بلقيت واحد جوج كاميرات مشيت عدم ماليهم سولتهم خديت التسجيل ديال الفيديو كانت تفاجأ بناد جوج أسخاص يسرقوا لي الموتور ديالي من أبناء الحي ديالنا و جاتني معلومة بأنني مشيت ديكلاريت وذك شي جاتني معلومة بأن الموتور ديالي كيتواجد بالدار المنزل ديال واحد من هذوك الجوج بنعاية التسعتاش جوا عندي دراجين وثان دوني ودرهم عاية مزيان وقالي يا داروري خصنا الشرطة ديالعنشق إلا بغيتنا ندخله وبغيت كانت نجيال واحد نسائج هات الشرطة ديالعنشق داروا شي مع بيناتهم عطيتهم الاسم كامل ديال الشخص اللي اللي سرق لي الموتور ديالي قالي يا غادي تمشي معانا نكملوا التحريات في المقاطعة قربوني احدى المقاطعة وخلوني قالي يسير بحالة تكتلغ الدور شاعدنا وبينسولت العائلة دياله والاسم دياله لقيت بأن أخوه كي يخدم في أمن في الدولة في الأمن ديال الدولة كان طلب من السيل حموشي اللي ينصفني ويأخودي حقي من هاد النسادو اللي اللي كرموني عندها موطر ولي فراس مالي الدوهليا وكان طلب من واكيل جلالة المالكة هو يساندني ووقف معايا ويشوف هاد النسادو علش ما تدخلوا شديد تلتيام دابا من نهار 15 ديال مع الصباح مع 45 دقيقة الساعة هادي اليوم جايل 18 و 19 في الشهر وباقي ما سادني تا واحد ما جاء عندي تا واحد ما جاب لي الموطور مخدولي حقي ما نصفوني ما داروا معايا تشيهل اللي يجازيكم باخير نوعي دي الموطور بحل شكل تيماكس صغير لي بيرتي سكوتر قلت ليهم الدار اللي كيتواجد فيها هالموطور وكل شي زوني حيدوني من تمايا ورجعوا هما شوفين مشاوقدة وغاراداتهم وخلوني انا يتمايا لجيش ديالتاكسي ورجعت لدارنا وخوه بنسولت عليه لقيت بأن خوه كي يخدم في بوليسي كان خدم في عين شقنيت وما بغوا يديروا معايا تشيهل خيفين من خوه عندهم شير كيزة صحيحة في البلاد ما عرفش أنا وشد وصلنا تلد الحالة هذي بأنهم ما يدخلوش ما يعونوش مواطن عادي ما معرفشش أشغن أشغن دير عنده صوابق عنده صوابق في نفس السارقات ومبحوت عنه كل شي وما داروا معايا تشيهل ترجمة نانسي قنقر